يواصل جرح الحرب في مأرب تنظيم فعاليات احتجاجية لمطالبة بتحسين وضعهم الصحي في الداخل ونقل الحالات المستعصية للعلاج في الخارج وأقام الجرح وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهورية في مأرب شكوا خلالها من عدم توفر معظم الأصناف الضرورية من الأدوية مما يهدد حياتهم الصحية في وقت يحتاجون فيه لعناية صحية كافية وطلب الجرح المحتجون بسرعة نقلهم للخارج لتلقي العلاج خاصة وأن ملفاتهم تم اعتمادها من قبل اللجنة الطبية وتم تحديد سفر بعضهم نهاية العام الماضي وآخرين منهم في الربع الأول من هذا العام في الحقيقة الجرح الذي خرجوا اليوم هو بسبب تأخر سفرهم وسبب التأخير موازنة اللجنة الطبية حتى الآن في إطار المتابعة لدينا أمر من رئيس الجمهورية بالموازنة ومندوبنا الآن في الرياض يتابع رئيس الوزراء على أساس الأمر بصرفها لنا من شهر واحد تقريبا ونحن نتابع هذا الأمر ولازلنا نتابع الجرح طبعا لا يتحمل أو الجريح لا يعرف هذا الكلام قد حجزونا أكثر مرة في بوابة اللجنة باعتبار أننا الغراماء وأننا نمثل الدولة في هذا المجال فاليوم خرج عن إطار سيطرتنا خرجوا إلى الشارع ومن حقهم يعبروا عن هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر